أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد النهيان تناول الاتصال الاطمئنان حول ما تردد عن انفجار ثلاثة سهريج نقل محروقات بترولية ووقوع حريق قرب مطار أبو ظبي الدولي مما أصفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين هذا وقد أعرب شكري عن تضامن مصر حكومة وشعبا مع الإمارات جراء هذا الحادث وأكد وزير الخارجية على متابعة ما نقل عن قوات الحوثي بشأن تنفيذ عملية نوعية في العمق الإماراتي مشددا على إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه قوات الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات ومواطنيها ودعمها لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها ترجمة نانسي قنقر